بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم عزيزي مشاهدي قناة الاهلي قناتكم المفضلة وبرنامجكم حارس الاهلي وصهرة جديدة اتمنى ان شاء الله انها تكون مفيدة حياة مش عارف ابدأ منين ولا فين ولا فين لانه الكلام كتير والموضوعات كتيرة جدا لكن ابدأ بالشكر الجماهير النادي الاهلي في كل مكان جماهير الاهلي اللي اول ما تقولها اهلي تقولك عنية قلبي روحي وهذا ما حدث في التصويت سواء على مستوى الاندية العالمية او على مستوى اندية الشرق الاوسط جماهير الاهلي تكتسح التصويت لافضل نادي في العالم وافضل نادي في الشرق الاوسط هذا هو التصويت في الميدل ايست الشرق الاوسط الاهلي تسعة عشرين ستة من عشرة العين اتنين وعشرين تبانية من عشرة الهلال اتنين وعشرين ستة وعشرين وستة من عشرة والنصر اتنين وعشرين تسعة من عشرة وبالتالي طبقا للاستفتاء الجماهيري جماهير النادي الاهلي كالعادة ودائما وابدا وبفارق كبير طبعا الاندية المحلية لا وجودة لها اصلا يعني احدش بينافس الاهلي هنا محلية لكنه بيتنافس هنا عربيا مع أندية كبيرة وعظيمة مثل الهلال مثل العين مثل النصر الأهلي هنا متفوق على الأندية العربية الاستفتاء على التصويت فيه على أفضل نادي في العالم الأهلي النسبة بتكون أكبر الأهلي بيفوز بنسبة 32.9 متفوقا على بطل أوروبا ريال مدريد اللي جه في المركز الثاني 27.4 على منشستر سيتي اللي جه بنسبة 10.6 بعدها جات بار ليبركوزين أولمبياكوس بتفوجه ضمن المراكز اللي بعد كده بنسبة متفاوتة هو ده الأهلي وده جمهوره ودائما وأبدا أي حاجة فيها جمهور وانت مغمض قول أهلي وانت مغمض قول أهلي هي دي جماهير النادي الأهلي في كل مكان فريق عظيم جمهور عظيم يعني الحقيقة اللي اتنين يفضلوا يغنل بعض دي له عمري وبرده قليل فعلا قليل على قصة الحب والعشق اللي ما بين الأهلي وما بين جمهوره دي النتيجة ودي الاستفتة لكن ماذا حدث اليوم في قطر حقول لكو لكن بعد سواء